موسيقى النشط الرئيسية من قناة الجزائر الدولية والبدايات بأبرز العنوين الاحتلال الصيوني يرتكب 19 مجزارة جديدة في قطع غزة ازيد من 165 شهيدا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ومقبرة جماعية لدفن الشهداء داخل مستشفى ناصر بخانيونس موسيقى الكيان الصيوني يعترف باستعادة حركة حماس السيطرة على مناطق عدة في شمال غزة والمقاومة الفلسطينية تؤكد اخضاع الاحتلال لارادتها وشروطها وتجبره على سحب الكتيبة 7107 من شمال القطع موسيقى الخارجية الفلسطينية تعتبر تعليق تمويل وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئين الفلسطينيين اونروا عقابا جماعيا ودعما للابادة في غزة الامير العام الاممي يناشد المانحين ضمان عمليات اونروا في القطع ومنظمة تعاون الاسلامي تحذر من تفاقم الوضع الانساني جراء الخطوة موسيقى رئيس تبون يشدد على دعم الجزائر حل الازمة في السودان برؤية داخلية بعيدا عن التدخل الخارجي تأكيد على تطبق وجهات النظر لدى البلدين بشأن القضايا الدولية والبرهان يدعو الجزائر الى المشاركة في طاولة مفاوضات الحل بالسودان موسيقى الجزائر ترفع حجم صادراتها من الغاز الطبيعي المسال الى اعلى مستوى لها منذ 13 عاما تتخطى نيجيريا وتتحول الى اكبر مصدر في افريقيا وتكرس مكانتها ممونا موثوقا لأوروبا بالوقود الازرقة موسيقى اهلا بكم مشاهدين الكرام والبداية بالحدث في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعد الفاصل موسيقى 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 في المستهل ارتكبت قوات الاحتلال الصيوني 19 مجزارة جديدة في قطع غزة راح ضحيتها 165 شهيدا و290 مصابا خلال الساعة الاربع والعشرين الماضية وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا في القطع الى ستة وعشرين الفا واربعمائة واثنين وعشرين شهيدا وخمسة وستين الفا وسبعة وثمانين مصابا منذ بدء العدوان الصيوني على غزة في السابع اكتوبر الماضي هذا واستشهد عدد من الفلسطينيين الاحد بعد قصف طائرات الاحتلال والمدفعية الصيونية مناطق متفرقة في خانيونس وفدت وكالة الانباء الفلسطينية مقلا عن مصادر طبية باستشهاد عدد من الفلسطينيين واصابة اخرين في قصف مدفعي استهدف منطقة حي الامل بالمدينة الواقعة جنوبية قطع غزة كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة وعلى المناطق الغربية المدينة ما اسفر عن استشهاد واصابة عدد من الفلسطينيين ضمنهم اطفال ونساء ومع استمرار العدوان الصيوني على القطاع لجأ سكان غزة الى دفن جثامين مائة وخمسين شهيدا في مقابر جماعية بصحة مستشفى ناصر بخان يونس نتيجة الحصار الصيوني المفروض على المجمع الطبي منذ اسابيع هنا في خان يونس تختصر حال مجمع ناصر الطبي ومستشفى الامل الوضع الانساني والصحي العام في غزة من خلال صورة الضمار الشامل وشح الامدادات في اخر المراكز الصحية العاملة بالقطاع تحلق الطائرات الحربية الصهيونية فوق المنطقة كأنما هي ميدان الحرب بيد انها محيط مجمع ناصر الطبي في خان يونس الذي غادت ساحاته مقبارة لدفن جثامين الشهداء في ظل استمرار القصف الصهيوني وفرض حصار مطبق على المشفى اكثر من ستة وعشرين الف شهيد اغلبهم من النساء والاطفال والاف النازحين حصيلة جرائم الى الحرب الصهيونية التي يزداد عدوانها يوما بعد يوم كأنما تريد التغطية على تكبد قوات الاحتلال هزائم عسكرية على يد المقاومة الفلسطينية في صار قصف الليلة على الأحياء العكاد والمعصر والمعصر فصبحنا الصبح هنا المنطقة كلها متدمرة فنجلوا الولاد الشباب وشوفوا كيف الوضع كيف الامور وانده بطارة الصباح خططت الولاد ومع استمرار الجرائم الصهيونية في حق سكان القطاع غزة يشك عدوان الكيان أن يتم شهره الرابع فيما تتعالى الأصوات الدولية المطالبة بوقف إطلاق النار أو إقرار هدنة إنسانية على الأقل قصد الاستجابة الإنسانية الضرورية العاجلة لمتطلبات الغزاويين في خطوة تعد انتصارا لحركة المقاومة الإسلامية اعترفت قوات الكيان الصهيوني باستعادة حماس سيطرتها على عدة مناطق في شمال اقتع غزة انتصار يبرز فشل الكيان الصهيوني في تحقيق أهدافه المزعومة وإخضاعه الحتمي لشروط المقاومة وفق مراقبين الهزيمة المصطلح الذي بات يرافق قوات الاحتلال الصهيوني في كل خطواته داخل قطاع غزة فمع كل تقدم لآلياته وأفراده تعلن المقاومة ملحمة وانتصارا جديدا وحولت أحلام الاحتلال إلى كوابيس ما أجبره على سحب عدة فرق من أرض المعركة بعد كتيبة غولاني جاء الدور على كتيبة 7107 من شمال القطاع انسحاب أكدت على إثره صحيفة معارف الصهيونية نقلا عن مسؤولين أمنيين صهاينا لم تكشف عن هوياتهم أن حركة حماس بدأت استعادة سيطرتها على عدة مناطق في شمال القطاع الصحيفة أوضحت أن الاحتلال برر انسحابه بإنهاء ما سماه المرحلة المكثفة من الحرب في مدينة غزة وما حولها وتحول التركيز إلى الغارات المستهدفة وأنه لم يستطع شهالية مدنية بديرة في الشمال الذي ما زال يعيش فيه نحو 200 ألف فلسطينية حدف الاحتلال السيطر على الأرض ليس الوحيد الذي غرق في وحل القطاع فالتدمير أنفاق المقاومة هو الآخر ما زال يراوح مكانها ونسبة ما دمره الاحتلال وفق صحيفة وورستر جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين وصهاينا لم يتجاوز 20% من أنفاق الحركة رغم مرور أسابيع من محاولات الكيان لتدميرها وبذله أعنف الآليات والطرق المتبعة لإغراقها سقوط أهداف الكيان المعلنة في القطاع ألقت بظلالها على الداخل الصهيونية مسببة شرخا وتصدعا لم يعد بمقدور الاحتلال حسب مراقبين احتواؤه أو اخفاؤه بل قد يعجل أكثر من أي وقت مضى بإخضاع الاحتلال لإرادة المقاومة وإنزاله عند شروطها جددت المقاومة الفلسطينية التأكيد على أن أي إطلاق للأسرة الصهينة في غزة مشروط بوقف كامل وفوري لحرب الإبادة التي يشهدها القطاع منذ ما يقارب 14 وأحمل عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزة الرشق حكومة الكيان الصيوني بقيادة نيتنياهو مسؤولية التماطل في تحرير الأسرة الصهينة وتعرضهم للموت تحت القصف أو بنيران جيش الاحتلال جدد التأكيد أن الفرصة الوحيدة لعودة الجنود الصهينة الأسرة لدى المقاومة أحياء إلى عائلاتهم لن تكون إلا بعد توقف العدوان على شعبنا وإن كل تسويف وتأخير في وقف العدوان يعني مزيداً من القتلى في صفوفهم على أيدي جيشهم بسبب استمرار هذا العدوان ورسالة القسام بأن الوقت ينفذ هي رسالة واضحة ويتحمل المجرم نيتنياهو وأركان حربه المسؤولية الكاملة عن حياتهم بمواصلة مماطلته وتسويفه فنيتنياهو بكل تأكيد غير جاد بالتعامل مع منفوضات الأسرة وهو يكذب على شعبه وعلى أهالي الأسرة كما يكذب على حكومته وعلى الإدارة الأمريكية هذا وثمنت حركة حماس دعوة الجزائري مجلس الأمن لعقد اجتماع من أجل إعطاء صيغة تنفيذية لقرارات محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الصهوني بشأن حرب الإبادة الجماعية التي يشلها ضد شعب الفلسطيني خاصة في قطع غزة نثمن دعوة بئسة الجزائر في الأمم المتحدة وبتمجهات من الرئيس سبون مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع يهدف إلى إعطاء صيغة تنفيذية لقرارات محكمة العدل الدولي اعتبرت الخارجية الفلسطينية قرار بعض دول تعليق تمويلها الأونروة عقابا جماعيا لملايين الفلسطينيين خاصة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعاني منها سكان قطع غزة وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفيا لحد أن تلك القرارات مسيسة وغير متناسبة خاصة في ظل إعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن إجراء تحقيق في المزاعم الصهونية وأضافت أن قرار تلك الدول ازدواجية معايير إذ تواصل تلك الدول تقديم الدعم والمساعدات للكيان الصيوني في حين ترتكب قواته أبشع أشكال المجازر والقتل خارج القانون بحق عشرات آلاف المدنيين وتفرض النزوح القصري على أكثر من مليوني فلسطينية في أسياق وصفت هيئة الأمم المتحدة تعليق بعض الدول تمويل أونروة بالعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين بسبب ما سمتها أخطاء مزعومة لأفراد في وكالة غوط وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في حين اعتبر المفاوض العام للوكالة فيليب لازاريني القرار بالأمر الصادم والمهدد للعمل الإنساني الجاري في غزة في سياق أسوأ أزمة إنسانية يشهدها قطاع غزة تدير عدة دول غربية ظهرها للفلسطينيين بتعليق تمويلها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين استجابة للدعاية الصهيونية التي زعمت تورط عدد من أفراد الوكالة في عملية طفان الأقصى وفيما توشك المساعدات الإنسانية في غزة على النفاد أعلنت تسع دول غربية على رأسها أمريكا وبريطانيا وقف مساعداتها لوكالة الأونروا مسلطة عقابا جماعيا على ملايين الفلسطينيين سيكون من غير المسؤول إلى حد كبير فرض عقوبات على مجتمع بأكمله تعمل وكالة على خدمته بسبب مزاعم بارتكاب أعمال إجرامية ضد بعض الأفراد لا سيما في فترة الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة ولأن الوضع الإنساني في قطاع غزة قد تجاوز كل الخطوط الحمراء يعد وقف المساعدات الإنسانية على سكانها حاليا أشبه بتسليط حكم إعدام جماعي عليهم يعاني سكان غزة من أهوال وحرمان لا يمكن تصوره منذ ما يقارب أربعة أشهر إن احتياجاتهم لم تكن أعلى من أي وقت مضى كما أن قدرتنا الإنسانية على مساعدتهم لم تتعرض لمثل هذا التهديد من قبل مع اشتداد حصار الاحتلال وطول أمد الإبادة الصهيونية في غزة بات تحصيل كيس طحين أو شربة ماء في القطاع هذه الأيام أقرب إلى حلم صعب التحقيق إن شاء الله بدنا نأكل أولادنا ماتوا أولادنا ماتوا من الجوع يلي تأكل يعمق يعد يصير فينا حسبنا الله ونعم الوقيل على يصير فينا زيادة على المجازر الصهيونية المروعة بات الموت جوعا وعطشا خطرا يهدد الغزويين في قطاعهم المحاصر برا وبحرا وجوا بعدما تركهم العالم في مواجهة احتلال همجي قل نظير من جهتي نشد الأمير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدول المانحة ضمان استمرار عملية وكالة أونوروى في غزة في عقاب تعليق تسع دول بشكل مؤقت تمويلها الوكالة جوتيريش في بيان له صدر الأحد أعلن إنهاء خدمة التسعة من ضمن 12 موظفا بالأونوروى وصفهم بالمتورطين في عملية طفان الأقصى في السابع أكتوبر الماضي أجبر معظم سكان غزة منذ اندلاع الحرب على الاعتماد على خدمات الأمم المتحدة تحدى للبقاء على قيد الحياة وسد احتياجاتهم الأساسية مستوى التمويل الحالي لأونوروى لن يسمح لها بتلبية المتطلبات كافة لدعم جميع المحتاجين في فيفر المقبل ينبغي تجنب تعرض عشرات الآلاف الآخرين من الرجال والنساء الذين يعملون لدى أونوروى للعقاب كما يعمل الكثيرون في أكثر الأوضاع خطورة بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني عربت منظمة تعاون الإسلامي عن أسفها لقرار العديد من الدول التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة إلى وكالة غوث وتشغيل لجئين الفلسطينيين أونوروى واعتبرت المنظمة في بيان لها لحد أن القرار عقاب جمعي من شأنه أن يفاقم الأزمة الإنسانية في قطع غزة ودعت إلى مراجعة القرار حتى تتسنى للبكالة مواصلة إزداء خدماتها كما حذرت المنظمة من خطر وقف المساهمات في موازنة أونوروى وانقطاع خدماتها على حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة تعقد الجامعة العربية لحد اجتماعا طارئا على مستوى المندبين دائمين لإصدار موقف موحد من قرارات محكمة العدل الدولية بشأن قطع غزة بيان للمندب دائم لفلسطين في الجامعة مهند العكلوك أكد أن الاجتماع يأتي استجابة لطلب تقدمت به دولة فلسطين بشأن عقد دورة غير عادية على مستوى المندبين دائمين على ضوء القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية رحبت حكومة الجمهورية الصحروية بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان السهولي حول ارتكابه جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطع غزة حكومة الجمهورية الصحروية في بيان لها اعتبرت القرار انتصارا حاسما للقانون الدولي وتذكيرا مهما بأنه لا أحد فوق القانون في السياق شددت الحكومة الصحروية على المسؤولية القانونية والأخلاقية التي تقع على عاتق الجميع الذين يدافعون عن النظام الدولي القائم على القواعد وسيادة القانون الدولي لاتخاذ جميع تدبير لازمة لمحاسبة الاحتلال المغربي على الفضائع والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد الشعب الصحروي وعلى انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الناجمة عن الاحتلال المغربي غير الشرعي المتواصل لأجزاء من الجمهورية الصحروية في خرق سافر لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهداف ومبادئ القانون التأسسي للاتحاد الأفريقية بهذا الانتصار العظيم لجنوب أفريقيا وبخطوتها التاريخية تبعث برسالة قوية إلى جميع القيوة المحتلة والأنظمة الاستبدادية في العالم مفادها أنه لا أحد فوق القانون وأنه لن يتم التسامح مع الإفلات من العقاب بعد الآن وأن الأعمال الإجرامية وبغض النظر عن هوية مرتكبيها سيتم التحقيق فيها ومحاكمة المذنبين ومعاقبتهم أثبتت محكمة العدل الدولية بوضوح أن سلطة السيادة عن الإقليم منوطة بالشعب الصحراوي الذي يتمتع بحق غير قابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال يمارس وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 15-14 وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة المتعلقة بإنهاء الاستعمار ترجمة نانسي قنقر نشرتنا متواصلة وفي شأن آخر وصلت مدفعية الاحتلال الصهيوني الأحد قصفها على بلدات وقرى جنوب لبنان على الحدود مع فلسطين المحتلة وفدت الوكالة الوطنية اللبنانية للأعلام بتعرض الأطراف الغربية لبلدة طير حرفة في جنوب البلاد لقصف مدفعي من قبل الكيان الصهيوني في حين وصلت قوات الكيان الصهيوني قصفها على بلدات بلاد الشرقية والظهيرة وعيت الشعب وحول القعقور والنقورة كما نفذت طيران الحربي الصهيوني مساء أمس السبت غارة جوية على جبل بلاط بين رميا ومروحين جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقوف الجزائر إلى جانب الشعب السوداني في تجاوز المرحلة الصعبة التي يعيشها هذا البلد والذي تستهدفه قوى الشر على حد تعبيره الرئيس تبون في تصريحا سحفي مشترك برفقة رئيس مجلس السيادة للسودان عبد الفتاح البرهان أكد دعم الجزائر حل الخلاف في هذا البلد وفق رؤية داخلية بعيدا عن التدخلات الخارجية تعود فيه الكلمة الأخيرة للشعب السوداني الذي واجه أزمة منجرة عن تكالب مفتوح يضيف الرئيس الجزائري والجزائر تقف إلى جانب الشعب السوداني بتجاوز الأوضاع الصعبة التي يعيشها هذا البلد الشقيق الذي تستهدفه هو الآخر قوى الشر حيث كانت الجزائر ولا تزال مع حل أي خلاف أو نزاع داخلي برؤية داخلية بحتة بعيدا عن كل أشكال التدخلات الأجنبية حيث تعود الكلمة الأولى والآخرة دائما بمكونات الشعب السوداني شقيق نحن على يقين بأن السودان سيتجاوز هذه المحنة المنجرة عن تكالب مفتوح ضده رئيس تبون أكد تطبق وجهات النظر بين الجزائر والسودان حيال العديد من القضايا والمسائل الإقليمية والدولية وحيى موقف الخرطوم الدعم لعضوية الجزائر في مجلس الأمن الدولي تتطبق وجهات نظر الجزائر والسودان حيال عديد من القضايا والمسائل الإقليمية والدولية كما تحيي الجزائر تحيي موقف السودان شقيق داعم لعضوية الجزائر في مجلس الأمن الدولي وستعمل جاهدة على نصرة القضايا العادلة في القارة الإفريقية والعالم والحد من وطأة النزاعات والتوترات التي باثت تشكل خطرا داهما على استقرار الدول وتمأنينة الشعوب من جانبه أثنى رئيس مجلس السيادة السودان بمواقف الجزائر الداء في دعم ومنصرة حقوق الشعوب ودعاها إلى مشاركة في طاولة المفاوضات دعما للحلول السلمية بتجاوز ما سماها المؤامرة التي يتعرض لها السودان جزائر بحق مواقفة ومواقفة السابتة وعضوية التي نالتها عن جدار الآن نحن بنحييهم وابنهنيهم فعلى عضويتهم في مجلس الأمن نتوقع أن تستمر هذه الدولة القوية في دعم ومناصرة الحق الوطني وحقوق الشعوب في أنها تحيا حياة كريمة نحن سعيدين لأن الجزائر تكون حاضرة في طاولة أي طاولة للنقاش أو للحوار إذا كانت طاولة أفريقية أو طاولة عربية وهم نصراء للحق لذلك نرحب بهم دوما ونريد أن نرى حلول السلمية تسير بصورة جيدة حتى نستطيع أن نتجاوز هذه المحلة أجر رئيس الجزائري عبد المجيد تابون محادثات مع رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن الذي يجري زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين وأجر رئيس تابون محادثات على انفراد مع المسؤول السوداني الأحد بمقر رئاسة بالجزائر العاصمة قبل أن تتوسع لتشمل وفدي البلدين فصل رئيس الجزائري عبد المجيد تابون الأحد رئيس مجلس السيادة للسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن باستقبال رسمي بمقر الرئاسة الجزائرية واستمع الرئيس الجزائري ورئيس مجلس السيادة للسودان إلى نشيدين الوطنيين للبلدين قبل أن يستعرضوا تشكيلات لمختلف قوات الجيش الوطني الشعبي أدت لهما التحية الشرفية موسيقى 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 المترجم للقناة 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 حركية متميزة لصادرات الغاز المسال الجزائري رسمها المنح التصاعدي للإمدادات فبعدما بلغت مليونين وثماني مائة ألف طن خلال الربع الأول من عام 2023 صعدت إلى ثلاثة ملايين وثلاثة مائة ألف طن خلال الربع الثاني من السنة الماضية قبل أن تقفز مرة أخرى إلى ثلاثة ملايين فاصل ستة مائة ألف طن خلال الربع الثالث من العام الماضي لتنهي السنة عند ثلاثة ملايين ومائتي ألف طن الجزائر الوفية لتعهداتها التعاقدية مع شركائها الأجانب حفظت على مكانتها مموناً موثوقاً بالوقود الأزرق لأوروبا وأسيا ففي قائمة زبائن الجزائر من الغاز المسالة احتلت تركيا المرتبة الأولى حيث استقبلت السوق التركي أربعة ملايين وثلاثة مائة ألف طن خلال السنة الماضية متبوعة بفرنسا التي استولدت ثلاثة ملايين ومائتي ألف طن من الغاز المسالة الجزائري في محلة إيطاليا ثالثة بمليون وثماني مائة ألف طن كما وصلت شحنات الغاز المسالة الجزائري إلى السوق الصينية وأمدتها بأربع مائة ألف طن مستوى صادرات الجزائرية من الغاز المسال سمح لها بالاستحواذ على حصة قدرها 13% من السوق الأوروبية بإجمال صادرات بلغ عشرة ملايين وثلاثة مائة ألف طن لتكون الجزائر بذلك رابع ممون للقارة العجوز بالغاز المسالة أعلنت السلطات العسكرية الحاكمة في بوركنافاسو ومالي ونيجر في بيان مشترك للحد عن انسحاب بلدانها بمفعول فوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس وجاء في البيان الذي تلي على وسائل الأعلام الرسمية في الدول الثلاث أن قادتها يقررون بسيادة كاملة الانسحاب الفوري لبوركنافاسو ومالي ونيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وعزت الدول الثلاثة لانسحاب من الإكواس لما قالت إنه انحراف المجموعة عن المثل العليا لأبائها المؤسسين وروح الوحدة الافريقية وخضوعها لنفوذ الأجنبي عسب ما جاء في البيانة الكابتن إبراهيم تراوري والعقيد عاسمي جويتا والعميد عبد الرحمن تياني مع تحملهم مسؤولياتهم كافة أمام التاريخ واستجابة لتوقعات وتطلعات شعوبهم يقررون بسيادة كاملة الانسحاب الفوري لبوركنافاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بعد 49 عاما لاحظ شعب بوركنافاسو ومالي والنيجر الشجاع مع الأسف وبخيبة أمل كبيرة أن المنظمة حرفت عن المثل العليا لآبائها المؤسسين وروح الوحدة الافريقية وهم يجادلون بأن الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تحت نفوذ أجنبي خانت مبادئها التأسيسية وأصبحت تهديدا لدولها الأعضاء وسكانها والتي كان من المفترض أن تضمن رفاها أفادت مصادر لقاناة الجزائر الدولية بتنصل السلطات الانتقالية في مالي من التزاماتها الدولية على خلفية علان انسحابها الأحادي من اتفاق السلم والمصالحة الممثقة عن مسار الجزائر في باماكو تنصل يهدد السلم والأمن في البلاد ويهدد وحدتها التربيح تتنصل السلطات الانتقالية في مالي من التزاماتها الدولية بإعلان انسحابها الأحادي من اتفاق السلم والمصالحة المنبثقة عن مسار الجزائر لتؤكد وفق مراقبين نواياها في المكوث بالحكم لأطول مدة ممكنة بعيدا عن أي مؤشرات توحي بقرب عودتها إلى المسار الانتخابية وترصد مصادر مطلعة على الملف المالي أن قادة المجلس العسكري في مالي عمدوا في سياق موجة الانقلابات العسكرية بمنطقة الساحل إلى إثارة مشاعر الماليين بتصريحات تزعم مسأ أطراف خارجية بسيادتهم الوطنية في مسعى لثنيهم عن المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية لم يحدد موعدها رغم مرور ثلاث سنوات على تولي أسيميغويتا قيادة المجلس العسكري الانتقالي مصادر قناة الجزائر الدولية أكدت ناسحاب السلطات الانتقالية في باماكو من اتفاق السلم والمصالحة لم يكن وليد اللحظة بل كان يحذر له منذ سنتين عبر رفض دعوات الحوار والطعن في نزاهة ومصداقية الوساطة الدولية وبعثة مينوسما التي كانت مهمتها توفير وحفظ الأمن والسلم بالأراضي المالية المصادر ذاتها أشارت لشروع السلطات الانتقالية في تكثيف مقتنياتها من الأسلحة إلى حد شراء ثلاث وعشرين طائرة مسيرة في حين تجمع كافة الأطراف الداخلية والدولية على أن الحسم العسكري للأزمات أمر مستحيل وبشهادة الأطراف المالية في ناسحاب المجلس العسكري الانتقالية من اتفاق السلم والمصالحة سيكون الشعب المالي ضحيته الأولى كونه سيسرع انزلاق البلاد في حرب أهلية جديدة ما يهدد وحدتها الترابية ويفاقم المتاعب الأمنية التي تواجهها البلاد مع الجماعات الإرهابية في مناطق متفرقة أكد المجلس العلى لدولة ليبي قبوله دعوة الببعوط الأممي عبدالله باتيلي للجلوس إلى طاولة الحوار الوطني بيان للمجلس يعشار إلى أن رئيسه محمد التكالة استقبل الأحد في مقر المجلس رفقة النائب الأول مسعود عبيد ومقرر المجلس بل قاسم دبرز المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي والوفد المرافق لها وحسب المصدر ذاته فقد تم خلال اللقاء بحث جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومناقشة مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بشأن عقد اجتماع للأطراف الليبية لتقريب وجهات النظر ونبد الخلاف ودعم جهود المصالحة الوطنية وتمهيد طريق نحو مسار ديمقراطي يتوافق عليه الجميع تتزايد المخاوف من اندلاع حرب أهلية بين ولاية تكساس وحكومة الولايات المتحدة بسبب أزمة تدفق المهاجرين وإزالة الأسلاك الشائكة على الحدود بين ولاية تكساس ودولة المكسيكا تباين المواقف بين الجمهوريين وديمقراطيين في تكساس يضع أمريكا في موقف صعب خاصة في ظل تراجع شعبيتها دوليا وزيادة الاحتقان الداخلية مخاوف من نشوب حرب أهلية غير مسبوقة تلقي بظلالها على الولايات المتحدة الأمريكية بعدما تصدر الواجهة في الساعات القليلة الماضية مشهد التوتر اللافت بين حاكم ولاية تكساس والحكومة الفيدرالية على خلفية رفض حاكم تكساس جريك أوبوت الخضوع للإدارة الأمريكية في تنفيذ قرار المحكمة العليا القاضي بإزالة الأسلاك الشائكة الموجودة على الحدود بين ولاية تكساس والمكسيكا ما قد ينظر باندلاع حرب في الداخل الأمريكية أعرب عن استياء من قرار المحكمة العليا الصادر يوم الاثنين الماضي بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة لصالح الحكومة الفيدرالية والذي ألغى أمرا قضائيا صادرا عن محكمة الاستئناف وسمح لوكلاء حرس الحدود الفيدراليين بإزالة الأسلاك الشائكة التي نصبها مسؤول ولاية تكساس على الحدود مع المكسيكا وسائل أعلام أمريكية تدولت معلومات بشأن تهديد المسؤولين في ولاية تكساس بالانفصال عن الولايات المتحدة في حال استمرار التوتر بين الحارس الوطني للولايات والجيش الفيدرالي وهو مسارع المسؤولون إلى تنفيذه عبر منصات أخرى مؤكدين تمسك ولايتهم بدعم الوحدة الوطنية رغم رفضها سياسة البيت الأبيض في دورات ملف الهجرة وعلى الجانب الآخر من التوتر الحاصل وسط جنوبي البلاد تعهدت خمسون وعشرون ولاية يقودها الجمهوريون بتقديم الدعم والمساندة لحاكم تكساس والسلطة الدستورية في الولاية إدامين الحدود ضد ما وصفوه بغزو ولايتهم من قبل المهاجرين مشهد التوتر الحاصل بين ولاية تكساس والحكومة الفيدرالية الأمريكية بشان إزالة الأسلاك الشائكة على الحدود مع المكسيك قد يفجر الولايات المتحدة نحو خرب أهلية وهي التي تشهد شعبيتها التراجعاً دولياً كبيراً مع تزايد حدة الاحتقان الداخلي حيال تعاملها مع الانتفاضة الشعبية ضد الكيان الصيوني في عدد من الولايات كأنها لا حدث وإصرارها على تقديم الدعم المطلق لقوات الاحتلال في رياضة وصل المنتخب الجزائري لكورة اليد صباحة الأحد إلى مطار هورب مدين الدولي بالعاصمة الجزائر قادماً من مصر بعد مشاركته في البطولة الافريقية لكورة اليد وتوجه المنتخب الجزائري بالميدالية الفضية في البطولة كما تأهل إلى نهائية كأس العالم بعد خسارته النهائي أمام البلد المضيف في مصر وكان في استقبال وفد المنتخب في القاعة الشرفية للمطار وزير الشباب والرياضة الجزائري عبد الرحمن حمد إلى أخبار كأس أمم أفريقيا بكوديفور 2023 بعد الفصل ترجمة نانسي قنقر التحق منتخب غينيا بركب المتأهلين إلى دور ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا أعقب فوزه على نظيره غينيا الاستوائية بنتيجة هدف دون رد في اللقاء الذي لعب على أرضية ميدان الحسن وترى وانتهى الشبط الأول دون أهداف لينجح المتخب الغيني في تسجيل هدف الفوز في آخر أنفاس المباراة عند دقيقة 98 عن طريق اللاعب محمد بعيوح ولتفاصيل أكثر ينظم إلينا مباشرة مفاد قناة الجزائر الدولية إلى أبي جون كريم مأبل عربي ومن ملعب الحسن وتارا كريم أهلا بك بداية انتهت منذ قليل ثالث مباراة ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا بين غينيا الاستوائية وغينيا كيف تبعت اللقاء فعلا سوس المساخير أولا إذا تعرفنا على التأهل الثالث للدور الرابع النهائي وهو منتخب غينيا كوناكري على حساب منتخب غينيا الاستوائية مباراة كانت ممتعة ولعبة تقول على تفاصيل صغيرة خاصة خروج اللاعب فيديريكو بكوروب عند الدقيقة الخامسة والخمسين بالبطاقة الحمراء ثم تضيع ضرب الجزاء عن طريق اللاعب إيميليو أنسو عند الدقيقة الثامنة والستين هذا اللاعب هو هدف الكان بخمسة أهداف إلى حده الآن ضيع ضرب الجزاء ثم بعد ذلك محمد بايو في الدقيقة الأخيرة في الأنفاس الأخيرة من الببارات في الدقيقة الثامنة والتسعين تمكن من تسجيل هدف الفوز والتأهل إلى الدور الرابع النهائي في انتظار من سيكون خصم هذا المنتخب في المباراة المقبلة التي ستنطلق بعد حوالي ربع ساعة من الآن بين المنتخب الكونغولي ومنتخب مصر الشقيق نتمنى كل توفيق لهذا المنتخب في هذه المباراة شكرا لك كريم بالعربي كنت معنا مباشرة من أبي جو مفتقنة الجزائر الدولية وتلعب غدا تلعب غدا الاثنين مبارتان عن الدور الثمن النهائي بطولة أمم أفريقيا الأولى تجمع منتخب موريطانيا وجزر الرأس الأخضر على أرضية ميدان ملعب فيليكس هوفويت لما يواجه صاحب الأرض منتخب كوديفوار بطل النسخة الماضية السنغال على أرضية ملعب كونامباني بمدينة أبي جو المنتخب الموريطاني يملك مستوى جيد رغم خسارته لمبارتين إلا أنه أظهر العديد من الأمور الإيجابية وفاز على واحد من المرشحين للفوز بالكان وهو المنتخب الجزائري المنتخب الموريطاني يملك الرغبة والطموح في تجاوزنا والتأهل لكن بدورنا لا نريد تضيع هذه الفرصة من أجل جماهيرنا وشعبنا الذي ينتظر مننا الانتصار والتأهل إلى ربع نهائي تركيزنا منصب على هذه المباراة هدفنا هو تحقيق الفوز والتأهل رغم صعوبة المأمورية أمام منتخب قوي نحن فخرون جدا بوصولنا إلى هذا المستوى والتواجد في ثمن نهائي نحن نعرف على هذا المستوى نحن نعرف على هذا المستوى نحن نعرف على هذا المستوى وعلى رياضة نصل بكم مشاهدنا الكرام إلى ختم النشرة نشكركم على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة